السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا مرة أخرى بياكم موضوعنا هو رح يكون عن الكونترولر طبعا في extension اللي هو اسمه java code generators يعني بس تجي هنا للاكستنشن تكتب java code generators رح يطلع لك هذا اللي هو يولد لك الستر والقطر تمام والto string والconstructor والهاش كود فأضغط عليه وقل له install شوف عنا نزلتها فيظهر لي هنا install تمام هذا plugin كلش جميل يعني زين يعني ش عندي controller طيب يعني spring architecture مالت المعمارية مالت mvc view model controller تمام view model controller يعني نقدر نوضح لكم اياه تان 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 او خلني كتب بس mvc اس رح يظهرنا صورة تمام بهذه الشكل بهذه الشكلة تمام هاي صورة كلش ورحة شنو المسألة هي انت المستخدم هنانا فانت بالنسبة لك الview من هو الview هو التامبلت اللي يظهر امامك اللي هو هذا تمام فانت من تعمل ضغطة مثلا اننا في عندك زر او فتشي من تعمل عليها ضغطة هذا الفيو رح ياخذ المعلومات مالتك ينطي للكنترولر تمام فهذا اللي تجي تشوفه انت فاي ضغطة تعملها يروح للكنترولر او تعمل كليك او فتشي يروح للكنترولر كنترولر شي سوي في حالة انه هذي الواجهة موجودة رح يعرض لك اياه يرجع لك ينطيك واجهة اخرى يعني المسألة شو نسا احنا هنا لما نيجي نضغط عليه رأسا كان يفتح لي الصفحة لنعنى وقفت المشروع طبعاً زين فهنانا من اجي اعمل كليك شوف لاحظ هذا كليك هذا كليك هذا كليك ومن اقول له مثلا جنريت هاي الواجهة هي الفيو تمام التمبلتس مثل ما قلنا من اضغط كليك فديروح المن للكنترولر مني يوصل للكنترولر اذا كان يحتاج واجهة اخرى ينتقل لي واجهة اخرى رح يطلب من الواجهة انه تنعرض له الواجهة الجديدة تمام اوقات اوقات المستخدم مني يضغط على شي المعلومات الموجودة ما تكون في الواجهة تكون في الموديل فش يسوي يطلب من الموديل المعلومات ياخذ المعلومات من الموديل ويجي ينطيها للفيو والفيو يعرضها لليوزر فهي هاي مسألة الموديل فيو كونترولر mvc فناخذ بالبداية على سبيل مثال نيجي هنا نصنع كونترولر بس قبل الكونترولر احنا شو رح نصنع نصنع موديل فهنا نيجي على المشروع شوفنا ماي سكند بروجكت هنا اقول لفولدر اقول لموديلز اوكي بهذه الصورة اجي في الموديلز اقول لنيو فايل وهنانا مثلا اسميه امبلو ايز تمام هذا الموديل المالتي دوت جافا بهذا الشكل فصار عندي هذا تمام طيب في هذا الكلاس رح شقول لها مثلا private long ممكن الاي دي ما تكون طويل فرح نستخدم long data type ما لتا اي دي ونجي هنا مثلا نقول لها private ليش private حتى يكون في داخل الكلاس فقط هذا الشي انا شرحة في جافا مفروضة اذا تعرفها هنا مثلا نقول لها على سبيل مثال الاي دي اللي امبلو اي دي دمام تذكروا اللي هو هنا دمام احنا نريد اي دي ونيم وانفو فهنا نعمل لها الاي دي نقول ايضا private ايضا string هنا رح يكون النيم وprivate اخر ايضا رح يكون سترينج مثلا وهنا الانفو بهذا الشكل تمام خلني اجي نعمل هنا انا انتر الان اذا قلنا رايت تكليك خلينا نشوف ال هذا جافا كود جنريتر شوف لاحظة ذا البلاجين مثلا generate empty constructor هذا الشي سوي يولد لك constructor فارغ احنا نحتاجه وايضا نحتاج نولد شنو رايت تكليك generate getter و setter فمن اقول لها getter and setter شوف لاحظ صنع لي getter setter ال id set id get employ id set employ id get name set name get info set info فاختصار لي اياه كلتها تمام اختصار لي اياه كلتها getter setter سوى لي اياه كلتها طيب بما انه الموديل معتنا صار جاهز الان ننتقل للcontroller الcontroller هو حلقة الوصل يعني يريدك تفهم انه الcontroller هو حلقة الوصل بين المستخدم وبين القاعدة البيانات يعني الcontroller هو الاساس الcontroller هو اللي يعرض لك الواجهات تتحكم بالواجهات وكذلك ياخذ البيانات من الموديل ما يقدر اليوزر رأسي يتعامل مع الموديل فبالتالي الcontroller هو حلقة الوصل بين الواجهة اللي تظهر لك اللي هي ال html وبين قاعدة البيانات ازيان؟ فهنا انا نجي نقول لها folder راح نصنع controllers folder خاص حتى نخلي بها controllerات كلتها هنا تكون وهنا انا مثلا نجي نصنع controller اللي هو employee controller تمام؟ به هذي الشكل dot java حلو الآن صار عندي هذا الcontroller موجود طيب في 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 spring boot اي class انت تصنعه يعتبر class عام صح له لا هذا ما غضينا احنا بالجافا فحتى تقدر تعبر لل spring boot انه هذا الclass يختلف عن هذا صحاليا class employee شو راح يختلف عن هذا راح تقولي هذا اسمه controller نعم هذا انت سميته بس بالنسبة لل spring boot ما راح يعرف هذا controller وهذا موضيلا لا لازم هنا نستخدم شنو اكو شي اسمه annotation اللي هو يبدأ بحرف الات مثل الايميلات annotation يقول له هنانا controller زين حتى شنو حتى لما يجي يشتغل المشروع يعرف انه هذا مكلاس عادي هذا controller زين بعد ذلك اجي انطيل المسار مالتي يعني اعني هنا بالرابط شكتب هنا حتى يعرض لي هذا الكونترولر او يستجيب ليه فهنا راح نحتاج annotation اخر اللي هو request mapping اذا request mapping وفي داخلها اقدر احدد شنو المسار يعني اللي يريد يروح للemployee تمام employees اللي يكتب هنا مثلا slash employees يعني وين هنا اللي يكتب هنا slash employee الشكل زين فهذا هو القصد بيها حلو الان هنانا شو راح نحتاج راح نصنع data وهمية بس للتوضيح حتى يكون نقوله private static final lists ويعتمد هذا الليست على قالب منه الemployees اللي هو هنانا زين ولو الموديل انا احب دايما يكون يكون او يحبذ انه يكون فردي مو جمع يعني مو employees employee بس يالا مو مشكلة احنا سويناها بعد فهنانا راح يكون عندي employees بهذا الصورة واجي يكتب هنا مثلا متغير اعمل له اللي هو الemployees يساوي لي new array new array lists بهذا الصورة فارزة منقطة واجي يكتب هنا هنا static يعني هذا راح يكون data data اعتيادية ونعمل هنا مثلا فور ونقول لهنا فور i هذا يختصرنا شوف فور انت i يساوي صفر i اصغر من مو array links مثلا هنقول اصغر من 10 10 قيم راح نضيف ليا i plus plus وفي داخله يكرر لي شنو يكرر لي employ بعد الصورة طبع هنانا اللي يطلع لي بلون الاحمر نقدر نضط على هذا الشكل المصباح ونقول له شنو هنا import فيجلب ليها الemployee نقول له dot add لانه array في داخلها اجي اضيف القيام مثلا اول عنصر هو ال i اللي ولا ما يكون صفر واحة اثنين ثلاثة اربعة الباقي شنو هو العناصر ال element ال element قصد بيها منه الemployee الemployee يحتوي عليه شنو يحتوي على id و name و info تمام id و name و info فاذا احنا هنا راح نحتاج نجي نكتب ال id مالتا يعني عاصل بمثال نقدر نقول لهنا بهذه الصورة employee id و نقول له زائدا ال i لاني الجافة نعرف ذكي جدا نقدر يميز اذا كان هذا هذا جمع حالة جمع ولا حالة damage اوكي و نجي هنا مثلا دي يطلب من عدنا شنو ال name مثلا نسميه احمد و نقدر نقوله زائدا i فيقولي احمد واحد احمد اثنين احمد ثلاثة يعني هذا ما راح تسترضي منتها حقيقة على ارض الواقع بس هذا بس شيء للتوضيح يعني نعمل data وهمية لا اكثر لا اقل و ال info مالتا مثلا اراك زين زائدا i دمام بهذا الصورة راح تكون هذا وظيفة بس على مود خلي نقول الوظيفة مالتا بس على مود نعمل data وهمية هذا الشيء ما تستخدم برضو الواقع طبعا هذا مفروض يكون هو جزء من منه من ال employee اللي هو اصلا من ال employees دمام من القالب مالتا فحتى تستخدم القالب مالتا ال employees اقدر استخدم anonymous object اللي هو new employee اوكي بهذا الصورة وفي داخلها ارجع المعلومات ازين خلي هذا اجيبها الشكل في داخلها ارجع المعلومات مالتي طبعا هنا شي يقول لي يقول لي مفروض انه القيمة تكون init string 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 اوكي init string 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 this one and as undefined هذا شنو ليش ديشتكي هنا لان احنا حاطي بس الكون constructor الفارغ لو نيجي هنا نخلي constructor اخر اللي هو يشمل كلتهم generate constructor using all fields شوف صنع علي اياهم فخلي نقول save المفروض هنا يختفي error and let me check اختفي error شوف لاحظ اختفي error لانشان يريد هذا constructor ماشي خلونا نشغل المشروع احنا قلنا المشروع وين يكون هذا هو الملف المين اللي يكون بداخل المشروع خلي نقول لها مرة الاخرى نشوف اذا ما عندنا اخطاء مفروض انه يقول started هذا started فنجي هنا نقول enter and نشوف انه خلي نجي نكتب 8000 like this شوف طلع لي هاي المعلومات خلي نجي الان نغير ال index على اسم ال class يعني هنا انت عندك شنو ال class ما تك هو اسم employees فاذا جينا على index هنا بال template قلنا rename ونسمي employees وك نجي هنا نقول run شوف لاحظ لازم نعمل شنو restart نعمل restart ونجرب مرت اللاخ وك and enter وك ما يظهر ايش خل نجي هنا نقول slash employees and same thing fallback طيب نوقف المشروع في شيء انا ناسي اضيف اللي هو شنو هاذي controller طبعا حتى يكون عدنا ال employees هنا نشغال احنا نسينا نضيف function لان داخل class مفروض نضيف احنا الفنكشنات يعني هنا مثلا نعمل function اللي هو get mapping زين طبعا هذا قوسين يكون عنده get mapping اللي او ما يحتاج القوسين لان ما رح نضيف مسار يعني اللي يوصل هالمسار هذا الفنكشن اوتوماتي رح يشتغل فنقدر نقول هنا public string get all employees بهذه الصورة وفي داخل الشي يكون model يعتمد على model model زين ونفتح راق واسم طبعا هذا المodel نقدر نعمل له import اللي هو من UI زين and ok طيب شي يرجع لهذا المodel رح يرسل لي شنو المعلومات عن طريق منه add attributes هذا شي يضمن الاسم اللي هو employees تمام اللي يوصل لطرف ال employees هنا تذكرون احنا احنا سمينا هنا سمينا employees هو هذا هذا الكنترول يرسله على اسم employees طيب بالاعتماد على شنو بالاعتماد على employees اللي موجود بالكنترول تمام الemploys اللي موجود بالكنترول ها قلنا فارزة منقطة قلنا هنا return ترجع شنو ترجع الemploys هذا فارزة منقطة بهذا الصورة زين يعني هذا اللي راح يروح وين اللي راح يروح للemploys html هذا اللي يوصل هنا زين و عندك هذا منه وهذا وهذا يحتوي على المعلومات فايل معلومات ترسل باسم employees الى وين الى الاجتمال والاجتمال يبدي يعملك loop في داخلها طبعا حتى نشغل المشروع عدنا run هنا من جديد نلاحظة هنا شرجع لي internal server error status 500 معا احنا مرتكبين جريمة شنعاء زين طبعا هذا هو error malta تصعد للاعلى وين 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 بعد 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 هنا مو شن هو started قال فهنا عدنا مشكلة بال template يعني وين المشكلة هنا شوف هنا عندي employ dot number name وعندي info فاذا اباوع انظر هنا لاحظ انه عندي emp dot number ما موجود يعني اذا اجي هنا عندي شي اسم employee id فهما هنا حول الى number او اجي اغير من number الى employee id خلي نقول save ونقول refresh من جديد راح اشتغل المشروع يعني اوقات تحدث اخطاء عادي وين المشكلة لنهاية مهمة يعني في ناس تنزعج لما يكون عندي اخطاء بس انا افضل انه يكون اخطاء ليش حتى مثلا اذا ظهرت عندك المشكلة تعرف بالضبط شون الحل ما تيكون اذا employ id 0 1 2 3 4 5 واذا تحب ايضا هنا مثلا شي لل هذا and اش سوي ثاني wait a minute انا عندي employ id 0 1 هذا جزئية نقدر نحذف اوك بس هذا هو شنو string فال i هو ش اسم ويا يقول ال i هو integer فالي يقدري شن قول نعمل لها tag فارغة بهذا الصورة وكذلك من نقدر ايضا نعمل لها tag ونترك لها فراغ مثلا نقول save ونعطي الرفرش من جديد راح يجي شغل المشروع من جديد خلينا نشوف النتيجة مفروض يطلع لي 1 2 3 أو 0 هو راح يبدأ من الصفر تمام لان هنا محدد لان الصفر اذا ما تحب من الصفر اكتب 1 هنا ماشي فيبلش من 1 نعمل هنا نرف ونعمل 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 المعلومات فيطلع هنا مثلا المعلومات احنا نعرف انه مزيفة بس انا حبيت اعمل هليش بس حتى اوضح لك فعد control يعني لما نطلب هنا employ الرابط فهذا يجي لل control شون يجي لل control رح يجي يشوف هذا المسار يبحث هل في function يجاوب رح يلقي انه هذا ال function جاهز اللي هو get معنات انه اي احد يضيف رابط ويقول enter زين وما بها رابط فبالتالي يعني ما بها مسار فبالتالي رح يفعل هال فياخذ البيانات اللي موجودة هنا بال controller ويحول الاجتماع اللي هو view فبالتالي نعرض عندك هاي المعلومات نوقف هنا ونقول مع السلامة